يجب أن يكون هناك عقوبات قانونية في حالة ما إذا إنسان طيح العظراء أو زاد مع إنسان براء أو حالة ما إذا كنت نظن الأمر السلام عليكم منوكيب صحافت لكم جولة جديدة في عنابة جولة ليالي يجب أن نصوره في طرعة كون بلون يجب أن نخدموا شوية في الليل ونشاهدوا الحياة كفر والله ولا مال على العقوبات يعقب على سد الموجه إلى فرد أو عدد من الأفراد من حدث من شهر إلى ثلاث أشهر وهو بغارة ممالية من عشر ألف دينار اللي هي مليون إلى خمسة وعشر ألف دينار اللي هي نزوج مليون وخلص مياه يعني القانون الجزائري روا بحب في هذا الخصوص والآن لو ونرحوا لمحاكم نحن سيبه بلي عديد القضايا اللي راهي في المحاكم بدأت على سبب تافه ويعني خلال الشجار أو خلال الحادي كهرية سروا من أحد طرقين السبب الآخر ونشتموا ورفعوا قضايا يعني نسوا المشكل اللي كان سبب تعميزاء لكن القضية راحت قضية سبو الشتم والعديد اللي يدخلوه سواء الحبس ولا كانت عندهم غربة مالية وبعد الحالة يمنى أصبح حتى يعني تطور العمر إلى حتى الجناية والجنحة بسبب السب يعني الأخر زب كما طلوحنا تعرف الأخر ما حملهاش وزاد بالك زب والأخر تجعله ولت إلى شي جار عنيف بعدها ولت إلى أمر جناية وحدا اللي يصيبه بالزب باحات الجزائرية ولت فيها قضايا مثل هذا العمر نحن علىها يعني ربطنا الأمر بعضا لأنه السب والشتم راح يتحول يعني منطقيا إلى عركاء ولا إلى شجار وتولي الحتاجة صحيح أنه في شهر رمضان الكريم يجب الإنسان يعني يقضب الغيب ويسبل بشوية ربنا نشوفه يعني مرات العديد من اللافتات في الأماكن العامة تدعو الناس عدوا الشباب إلى تجانب السب والشتم في رجز يدين أن الأمر هذا كافي يعني للحد من هذه الضاغرة أو لا؟ الأمر هذا أكيد غير كافي يعني من غير المعقول قلت على الإنسان موضوع الشباب إلى تجانب السب والشتم يعني من غير المعقول أنه لازم ندير نفسها بيش نجبر القادمين لما كان على تلعامة الخاص انهم ما ميقولوش كلام باديء سواء كان بالسب ولا الشتم وكما قلت انت اذكرت مقبيل يعني حتى العائلات الان ولي نصيب عائلات جزائرية نصيبها غنصة الام بريتو اختها كما قلو احنا والخالات ولا العمات فقط مع دلاري تحون لماذا؟ لانه الاولاد ستوا خاصة لكانوا شباب ولا الاب الاكبر ولا الاب ولا الاخوال ولا ميقبلوش ارطان عائلات تحون خصوصا في الاماكن عاما لانه بعد شباب اللي كما قلوها هاسبين حنب اللي حاسبين بالي السبد والشتم هو رجل وهي زعاب والي يتصالح وصدنوها لأكفه الاسباب بينادهم في الشارع ولا خصوصا لبعض حتى انهم يروحوا الاماكن اللي فيها عائلات ويقولوا الكلام على دعال هذا من كتبه للحياة لكن سيبوا الفضاءات العائلية سيبهم احدي تشوفوا جمعات قدموا ع Lizard المتعرفين تشوفوا Meer給 We are a الكبينه hand up here ايجراء كبينة الهجونة خصوصا لبعض الخصوصا كبينه الخاص بيدا المشارة ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي نانسي قنقر 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 اشتركوا في القناة 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 ترجمة نانسي قنقر 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 ما زلت نانسي قنقر 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 قنقر